يقول الله سبحانه وتعالى وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ مَنْ مَنْعَ مَسَاجِدَ اللَّهِ أَنْ يَذْكَرَ فِي هَسْمَهِ وَسَعَ فِي خَرَابِهِ خراب المساجد إنه يكون خراب حسي أو خراب معنوي الخراب الحسي بالهدم والتغجير ورمي الأوساق مثلا وعدم المحافظة على صيانة المساجد وأعظم من هذا الخراب بالمعهد إن نجعل المساجد أماكن للبدع للشركيات للرقص للغناء عديث عن الدنيا عن السياسة المساجد لم تقنى لهذا لابد من عمارة المساجد العمارة الحسية والعمارة المعلومة